السلام عليكم ورحمة الله. ازيك ما دا كاتر عاملين ايه معكم زملكم اسراء عزيزات. هنتكلم مع محضورة او او انا عن نفسي بحب استخدام مصطلح. السموم الاكالة. ايه هي السموم الاكالة دي هي عبارة عن مجموعة من المواد بيعمل ايه? بيعمل لي حاجتين دور مع بعض. جي حاجة حطت على ايدي هتضمر لي الخلايا اللي موجودة في ايدي. الخلايا دي هبوز. شكل ايدي هيبوز. الجلد نفسه هيبوز. ده ايه? الشكل نفسه او التركيب الخلوي. طيب اه فسيولوجيكال طب ما جلدي ده اه مش هيقدر ان هو يحميني من اشعة الشمس. مش هيقدر يحافز لها الالكترولايت هيجيبلي اه بكتريا وانفكشن. فكده بوزنا الفانكشن. لاي تشو بتتعامل معاه. بيتعامل معاك ده سواء كان في الاسكن كان في الماوس الاستومك ان يكون. طيب مين بيتعرض له اكتر? عندنا بتعرض له سواء او الادوطس. بس طبعا اكتر كلنا عندنا قريبتنا الصغيرة اللي بتيجي في كل مناسبة تشرب اه اي حاجة من عندهم في البيت من منظفات. بس بفضل الله المنظفات دي بتبقى اه تركيزاتها قليلة مش بتركيزات الاصلية. فما بيحصلش فيها مشاكل. فانا محتاجة عشان اتغلب على على مشكلة الاطفال ان هم عادة بيشرب حاجة لقدر يوصولها. ان انا اخلي التركيز بتاعي من اتنين العشرة في المية. مرنا انا اعملهم في حاجة كده زي اه زي مسلا ان انا نحطوهم في مكان بعيد. ازازة ما قدرش افتحها مسلا زي ازازة حاجة يعني الاطفال مقدروش يتعاملوا معاها. طيب بالنسبة للادوط ايما بيتعرض لها اه 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 زي مسلا قرر ان هو هينتحر بقراطه وبمزاجه هياخد وهينتحر به. هو مساعد المسلا هو ظروف شغله كده. اه وقعت عليه بالغلط. اه اما الهوموسايد المسلا حد قرر ينتقم من حد فهدف ووشه بها. اه اه كان في حد بيقول قبل كده ان ايه? اه عمل واحدة اه دوبت زوجها في مادة كروسف وتسحب مع نظام الصرف. يعني هوموسايدل جدا. بعد كده الكروسف دي بنقسمها لايه? هنقسمها ليه? اه موايد ده والكلاين والمواد اسد. خلنا متفق ان الالكلاين اخضر. ماشي? اه عشان اه تبقى مادة كروسف لازم يبقى اكتر من احداشر او اقل من تلاتة. لو اكتر من احداشر او لو اسد ايه? اقل من تلاتة. تمام? الالكلاين هقسمهم عندي لنوعين. فيها مجموعة او ايه? او بليتشز. ماشي. الهايدروكسايد اه اي حاجة اخرها اللي هي اي حاجة عندنا اللي هم على الحاجات القوية يعني. اه سوديوم بتاسيوم امونيوم. سوديوم بتاسيوم امونيوم. السوديوم اللي هو السودة الكاوية والبوتاسة الكاوية البوتاسة الكاوية اه. والامونيوم. البليتشز بقى اللي هي المواد المبيضة اللي هو زي ايه? زي الكلور. عندنا كلنا عارفينه. اه سوديوم هيدروكلورايت. او البطاس. البطاس ده اللي هو عبارة عن اه حاجة زي اه حاجة بيدا كده زي عدنة التبشير بتتكسر وتدهو في مياه وتدي مسحوق ابيض شبه اللبن ودي مشكلته لان معظم الاطفال بتشربها لانه لبن. اه ماشي بعد كده الاسد اه دي اللي قلنا التركيز بتاعها بيبقى اقل من تلاتة اه البي اتش بتاعها بيبقى اقل من تلاتة بنقسمها او ارجانيك زي ايه اللي هي بنقول عليها المنرال اسد يعني اللي هي حاجات زي ايه زي السلفوريك اسد السلفوريك اسد ده اللي كانوا بيستخدموه قبل كده في اه او لسه يعني في في العربيات البطاريات العربيات زمائنا هيدروكلوريك ونيتريك ونيتريك اسد دول بتوع اه منظفات برضو الاورجانيك بقى ودول هنستفيد فيهم ان شاء الله اه الكربوليك اللي هو الفينول والاوكزاليك والاسدك اسد دول لسه ايه هناخدهم بالتفصيل بإذن الله عندنا حاجات غير الاسد والالقلائم ليها ايه تشتغل زي ايه زي الكروسف اللي هي ايه مواد مواد دي مواد مؤكسيدا دي بتدخل بتغير شوية في التركيب بتاع الجسم وبرضو ليها ايه اه بتشغل عنها الكروسف اه اه السيناية والهي في متل طيب درجة الازا عندي بتوصل لحد يعني بتتحدب بأساس ايه بتحدب بشوية حاجات اول حاجة فيهم الوقت اللي انا عادت اتعرضت فيه للكروسف ده. الدرجة بتاعت الكروسف على انه يعمل زي لو قلنا بقدر يعمل كويس جدا. اما ما بيقدرش يعمل المناسب. مش قدي كده في اللي هو حجم المادة بتاعتها زي ما قلنا ان احنا محتاجين نبقى اقل من تلاتة واكتر من 11. كل ما نزلت هنا بقى اقوى وكل ما طلعت هنا بقى اقوى. يعني ايه? يعني كل ما تبعد عن السبعة يبقى وحش. ماشي بس احنا عندنا حاجة ان الكونسنتراشن اه اهم بكتير قوي من ايه? اه من البي اتش. يعني لو قلت مسلا ان انا عندي اه استرونج دوليوتد اسد هو استرونج يعني البي اتش بتاعه اه تحت جدا. بس مش قدي كده ده ولا حاجة. اما لو قلت ان انا عندي بس كونسنتراتد بتاعه كويس بقى ويك كونسنتراتد اسد ده كل حاجة ده يعمل مصايب. زي مسلا الزينكوكولورايد الفينول دول اه كابابل بروديوسنج سيفير بيرن بالرغم من انه هما اه البي اتش بتاعاتهم مش بعيدة اوي. بتاعاتهم يعني اه قريبة شوية بس بس هما كونسنتراتد كويس يقدروا يعملوا السيفير دامج كويس. بعد كده الميكانيزم اف انجري. الميكانيزم عند حاجتين بيعمل حاجات بتعمل حاجات بتعمل حاجات بتعمل ايه? وحاجات بتعمل اول حاجة برضو هتكلم عن الالكالية لوحده هتكلم عن الاسد لوحده. بالنسبة للالكالية ده في مجموعة ايه? مجموعة دي بتفضل تبنتريت الخلايا. تفضل تغرز لجوة كده. توصل يعني تدوب الابسيليم. توصل للمصل. كل ده عشانت بتدور على ايه? بتدور على الاتشاية اللي هتعدل. او على الحاجة اللي هتتعدل بيها يعني. فهي بتفضل توصل للديب قوي في الحاجات وتعمل ديسولف. لما تعمل ديسولف تعمل حاجة اسمها ايه? بتعمل دايب كده. لما هاجا بصلها هلاقي حاجة عاملة زي زي الصابونة الدايبة. تمام? اما بالنسبة للاسد. الاسد في مجموعة اتش. مجموعة الاتش دي بتروح تسحب من المية وتنشف الجسم وتعمل اتشرة. ما بتعملش ايه? ما بتعملش بنتريشن بقى ولا ايه حاجة. تعمل اه سكور. ماشي بتعمل حاجة اسمها كواجلتف نكروزيس. لانها بتبقى نشفها. بتبقى كده ونشفها كويس. بالنسبة للسيستامك بقى كل عندهم لوكال اكشن. انما مين بقى اللي بيعمل السيستامك? اللي بعمل السيستامك هما الارجانيك اسد اللي احنا هنتكلم عنهم باستفادة. اللي هما زي الفينول لوكزالك اسد الاسدك اسد الحاجة دي. ايه? ايه ماشي بعد كده. ما قرأتش الحتة دي. احنا قلنا لوكال اكشن. حاجة بتحصل حالا. بسبب ان فيه يعني مجموعة او اتش سالبة حرة. اين البنتري او اتش ده بيبنتريد فيعمل لي ايه? اه حاجة معروفة بوصفها بالوصف الهستولوجي بتاعها ان يسميها الكويفاكتب. يبقى اهم حاجة في الاو اتش هتروح تعمل ايه? طيب بالنسبة الاسد. بالنسبة الاسد انا عندي مجموعة الاتش اين دي. اه هتعمل دي سيكات الابيسيليم يعني هتجفف الابيسيليم. هتعمل لي سكار. حاجة بنوصفها برضو باسم ايه? نكروزيس. يبقى اهم حاجة هنا قلنا الابيسيليم قلنا كل عندها لوكال اكشن. اه اه معادة اللي احنا هناخدهم بالتفصيل. اه بيعملوا ايه بس اه بيعملوا برضو. طيب بيعمل ايه بقى بتاعته? هنتكلم فيها على كزا حاجة. اول حاجة هي هنتكلم عن ال جي اي تي. هتكلم عن الرسبة هتكلم عن الاي هتكلم عن ايه? عن ال سكن. واخر حاجة هتبقى سيستيماتيك. جي اي تي رسبة اي سكن سيستيماتيك. طيب اه اول حاجة عندنا الجي اي تي. في البداية ما بفريقش مع ايه هو الكلاين ولا ايه? ولا اسد. هو مادة كوية نزلة. حاجة بتحرق. يبقى اول حاجة حاسبها ايه? الطريق كله بيرنينج بين. احساس بالالم بالم حرق. الالم ايه حرق? بيرنينج بين. في الطريق كله. اللبس. الماوس. السورت. الاستومك. اي حاجة في الطريق فيها بيرنينج بين. تمام? بعد كده الاوروفيرنكس فيعمل في الاوروفيرنكس بيعمل ايديمة. في مكان البلع حصل عندي ايديمة. تمام? فبيعمل ايه? في الاوروفيرنكس. فهاجي ابلع مش هقدر مش عارف اصلا دي تودسفاجيا مش عارف يبلع. وبس لو عارف فهو ايه? ادينوفاجيا بتوجع ان فيه ديمة وبيرنينج فيه واجه فيه حاجات نازلة بتلط التعويرة. يعني حصل في الاوروفيرنكس حصل ايه? بل بقت. يجي يبلع مش عارف يبلع ان الطريق اعتبر مسدود. اما لو عارف يبلع هينزل اكل يلط التعويرة دي. فيعمل ايه? فيعمل ادينوفاجيا. بالنسبة الباقي بالنسبة للاستومك بشكل بتحديدا يعني فيها نوزيا. احن لو جوعنا شوية بنلاقي الحمضة اصلا بيعملنا شوية في معدتنا بيعمل شوية نوزيا. بالك بقى بنازل كوروسف يعني. ماشي كمان فيه في الاول ده بيبقى بتاع المعدة نفسه. وبعدين الكوروسف بيشتغل يعني هو الاول بيدخل يلاقي اكل يشتغل عليه. خلص الاكل هشتغل على المعدة فبقى هعمل ايه? هيطلع عندي دارك في الكولر بتاعه. بسبب ايه? بسبب ان ده المعدة. بسبب ان ده دم وايه? واجزاء من المعدة متفتتة. فبتبقى فيه اللي هو للبلود. بسبب ايه? بقى الاول كان بيفومت بتاع المعدة الاكل اللي هو واكله. وبعدين بدأ الكوروسف يوصل للمعدة ويشتغل عليها. فبقى دارك في الكولر بتاعه. وبيعمل ايه? كمان في ابدومنا البين واجع في البطن. حاسس بعطش رهيب من كمية الحروق دي اكيد حاسس بعطش. وكمان بس في حالة الالكراي بيحصل ايه? بيحصل دارية. ماشي بعد كده طبعا لاهمية مشاكله على ال جي اي تي لان هي بتبقى حاجة كبيرة جدا ويعني مهمة جدا. اه عمله بقى داع اللي عمله جريدينج. اول حاجة اول حاجة الجريدينج بيتحسب على اساس ايه? على اساس اللي انا بشوفوه بالاندوسكوب. الاندوسكوب ايه? فيجولايزاشن. طيب اول اول جريه عندي هو جريد زيرو. جريد زيرو هو بيبقى نورمال ما فيهوش اي حاجة. جريد اتنين حصل اديمة وهيبريمية حصل شوية بلبقة كده واحتقان. اه بس ما مش هيحصل ده اصلا بيحصل من ايه? الستريكشن ده بيحصل لو عندي لو حصل عندي لو حصل جريد تو. ماشي? طيب من ايه? حصل الالسر. الالسر دي هتيجي تهيل هتهيل بايه? هتهيل بان هي هتعمل طبقة ساميكة شوية. فتيجي في مكان زي الاوسوفيجس بما انه دايق هيعمل فيه ايه? الطبقة الساميكة هتعمل 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 هتدايق الايه? هتدايق الممر شوية. ماشي? اللي هي قلنا فيها ان بيحصل ايه? يا اما تبقى حاجة سطحية وبسيطة. مش بسيطة بس حاجة سطحية. يا اما تبقى وايه? وايه? حاجة كده ايه? محددة كده. ودي غالبا اللي بتعمل زي ما احنا قلنا من شوية. وبتبقى في خمسة وسبعين في المية من الحالات. طيب جريت تلاتة بقى. لا جريت تلاتة ده خلاص دخل في مرحلة النكروزيس والكل حاجة بقى ايه? تأكلت بقى والحاجات دي. يا اما تبقى اجزاء معينة كده من نطورة نكروزيس. يا اما تبقى نكروزيس. حتك ديها كده وايه? ومشغبطك وايه? ونكروز كلها. طيب النكروزيس ده انت آآ يعني اكلت الجزء وعملت له وبنتريشن والحطة بازت خالص فممكن تختارك وتعمل اصلا برفوريشن. على حسب برضو الجريت آآ بتاع آآ بتاع آآ بتاع آآ بتاع آآ بتاع الحال. طيب بالنسبة للرسبيراتوري. الرسبيراتوري عندي بيحصل فيه مشاكل. بطريقة من الاتنين. يا اما انا اخدت حاجة جي قد دي زي ما احنا كنا اقليه من شوية وعملت فوميتوس. حصل فوميتوس. فا آآ الفوميت ده عملي ايه? يعمل ليه اصبيريشن للفوميتوس. يا اما من الاول اصلا انا واخد حاجة جاز. واخد حاجة ايه جاز? كروسف جاز. زي ايه? الكولوراين والامونيا. الجاز ده هيدخل على 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 طول. تمام. طيب اه في القبر هيعمل ايه? هيعمل ابو جلوتايتس. هيعمل هو بص هيورى من المكان كله سواء بالابو جلوتايتس او بالاديمة. فهيعمل تلات حاجات. هيعمل وهيعمل 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 تمام? مش قادر يتنفس ونفسه مكتوم فبيجيله ايه? طيب السترائدور ده بيفيزك لان المكان كله بايز. بقى ايه? بجلوتس. استرائدور بسبب ان فيه ايه الجلوتس اتسلف عمل ايه بقى ايديمتوس عند قروضة للطريق ده فبقى في ايه? فبقى في استرائدور. اه اللارينجيا الاديمة عمل تشوكينج وايه? وديزنيا. اللي هو الرسبيراتري تريكت انجري فيها النيوميتس ويه نون كارديرجيكال برموناري ايديمة. برضو ايه? ايتس وايديمة ما عندلاش غيره. بعد كده في الاي. طيب الاي برضو هنقسم ايه دي هنقسمها الاسد وايه? والاي هنقسمها الاسد وايه? بالنسبة للاسد الاول عشان هو ابسط قلنا ان هو بيعمل ايه? كوهجيلاتف نكروزيس ده بيعمل طبقة بتمنعه من انه هو يخترق فالموضوع هيبقى ابسط شوية. اما بالنسبة للالكلاين ده احنا عارفين ان هو اصلا بيعرف يخترق هيوصل القرانية هيعمل فيها انتهاب. كمان هيعمل ديب بنتريشن اهو ديب بنتريشن هيعمل برفوريشن وفيسبب ايه? فيسبب العمل هيعمل بلاينس. يبقى الالكلاين كالعادة اسوأ. بالنسبة للسكن بين طبعا بين وريدنس. وايه? ولو فيه ايه ويسكارف الاسد هيعمل اللي هي اللي هي ايه البلبقة بتاعت الحرق دي شوية بالنسبة للسستامك دي حاجات بتعمل متابوليك اسيدوزيس بقى رينا الفيريور. المهم ان هم مين بيعمل سستامك الاورجانيك. ايه? الاورجانيك اسد. بتعمل حاجة اه ببوز في الميتابوليك اه ببوز في في المهم ايه? ممكن توصل الديس اصلا دي واحدة من اسباب الديس. يبقى احنا قلنا في الحاجات اه بيجي لي بايه? بيجي لي بجي اي تي بيجي لي بريس بايراتوري. اه في مشاكل في الاي وفي في الاسكن. قول اي حاجة فيها. واجع اديمة مش عارف اي بلعا مش عارف اياه كل بطنبط وجاعه. دايرية. اه وصف قلنا كزا جريد اه اه كمان اه بيحصل في الريد زيرو نورمال. جريد تو. اه دا اللي هو بس مجرد ديمو هايبريميا. اه 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 قصدي. جريد تو بقى اللي هو اه بسم الله بيحصل في اه اه الثر. وجريد سري دا اللي بيحصل في نيكروزيس. طيب. اه بعد كده الريس باراتوري تاكت. الريس باراتوري برضو قلنا بنقسمها بيوصلوا ازاي بيوصلوا بطريقين داريكت وانداريكت وبنقسمها فوق التراكية وتحت اه لور وقبر ولور يعني. والاتنين بيحصل فيهم حاجتين هما اللي بيحصلوا والاة 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 بالنسبة للاي قلنا او حش لانه بيعمل بالنسبة للسكن اه بيحصل فيها حاجات العادية اللي احنا عارفنا اه اعراض الحرق عادي اه اه واجع وحمرار وايه والبلاستر اللي هي البلبيقة اللي بتطلع من ايه من الحرق دي. بالنسبة للسيستمك قلنا ده مع الاورجانيك فوسروس. طيب. الشخص ده هيموت ازاي? اول حاجة هو ممكن يموت بشوك. ماشي? هيموت بشوك. اه الشوك دي تبقى اه نيرولوجيكا. ليه ممكن نبقى نيرولوجيكا? لان هو بتعرض لسيفير بين. لدرجة البيشونت ده بيدوله اصلا في التريتمنت بيدوله مورفين. يعني هو السيفير بين جامد ده. قلم حر حر جوا الجسمه بقى. اه هايبوفوليمك طبعا لانه اصلا احنا قلنا ايه بيباوس في الالكترولايت بيباوس في بيعمل ايدي قولنا ان هو بيعمل اه حاجات كزيرة ممكن نعمله هايبوفوليمك. دي هايبوفوليمك لانه برضو ايه بالضيرية والهاي. حاصغ هيبوفوليمك فاكده يحصل دي هايبوفوليمك برضو. وانه هو برضو الاسد بيستغل بينشف الجسم شويا. ماشي بالنسبة لاسفيكسيا ده حاجات تبع الايه? الريسبيراتوري. اه لما قلنا بيحصل ايه تشوكينج حصل اديمة في الجلوتس فعملت تشوكينج. الكمان هيحصل ممكن توصل للمسل دي برضو ممكن تموت. ممكن يحصل بسبب الكاشيكسية. حد وصل عدة كل ده ومش قادر ياكل ولا يبلع والحاجات دي فيحصله ايه كاشيكسية. اللي هو يموت مجوع. السيستيميكوز قلنا اه بالارجانيك فوسفرز زي انه هو مسلا يموت بالرينا الفيلير او انه يحصل له متبرك اسيدوز اه اه متبرك اسيدوز. بعد كده زي يعمل لحالة اول حاجة محتاج اخد وطبقها مع اللي موجودة عندي. واعمل تحليل واشعة واندوسكوب. تمام اول حاجة الهيستري هطبقها مع في الاسكن والاي والجي اي تي هعمل تحليل. البي اتش بسبب اصلا واخد اسيد او الكلام فاشوف البي اتش واصل لايه معايا الحاجات تبع الدم بسبب انه بيحصل اللي هي ايه اللي هي اللي هي الهيموغروب الهيموغروبين والالكترولايت طبعا بنفقد اه بيعني بيحصل الالكترولايت بالانس في الدائرية في حاجات كتيرة يعني فايه بنتابع برضو الالكترولايت تيورن انالسيس بشوف التوكسيسي واصل حد فين. كمان بعمل ايه ايه او راديوغراف على للشاست والابدومين بشوف فيها البرفوريشن بحيس ان لو كان فيه برفوريشن هيبن عندي اير بابلز هيبن ايه؟ اير بابلز سواء في نيومو بريكارديم او في في نيومو بريتونيوم فاي حاجة بيبين لي ايه 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 دليل على البرفريشن كمان السيتي هو مور سنستيف لو كان في برو فسكس بروفريشن برضو اه بس طبعا من استخدامه اتاخر لان احنا عارفين هو ايه مكلف اكتر اه واحنا يعني الدكتور الشاطر بيغزر برجل حمر اه الاندوسكوبة خمس حاجة دي بتبقى اه للابر جي اي تي بستخدمها اكتر على انها برو جنوزيس مش على انها ايه يعني كده 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 باين من من لفات ده انما بقى دي باستخدمها واحد بيها الفضل ايه اننا استخدمه باستخدمها بين تناشر ساعة لاربعة واشير ساعة انا اخدت المادة kid nosive دي دلوقتي مش قابل اتناشر اتناشر ساعة اعمل الايندوسكوب ولا بعد اربعة واشرين ساعة. المدة اللي في النص دي لان قبلها ما بيبقاش نسته باين مشاكل واضحة قوي اشوفها بالاندوسكوب وبعدها ببقى خلاص داخل في خطر البرفوريشن. تمام? قلنا ان هي اه اه اكتر من انها دياجنوستيك وكمان مساعدني ان انا اختار المناسب. بنبقى اه في حالات اه لو اخدها اه او اه لو كان عنده اه علامة او اكتر من العلامات الاساسية. ايه هي العلامات الاساسية او اللي هي دي اللي هي اللي هو بيشهق كده شوية. اللي هو مش قادر مش عارف يبلعها. لو حاجة قليلة قوي. مش مستهلة او لو حاجة عالية قوي انا خايف ان انا نعمل فيها مش مستهلة او عالية قوي ايه دي هدخله معي السيرجيكان. طيب بالنسبة للتريم منت من اول التوكسو بنقول ان احنا بنتريت البايشنت نت بايزن. يبقى هعمل له اي بي سي دي. اللي احنا عارف انهم ايه والبلاد والسيركوليشن والدي دراجز. طيب اه محتاج ان انا اركز قوي على اتابع معايا لو حاصل اي حاجة او مشاكل في التنفس. ممنوع 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 ان انا اركب له لان ده ممكن يدخلني في خطر تاني البرفوريشن. وكمان هو عنده مشاكل في الالكترولايت فانا بدي له اه وانترافينيس كروس. اه انترافينيس اكس. يبقى. انا اول حاجة في التريم منت عملت اساسيات خالص. الاي بي سي دي. طبيعة معايا رسبيراتوري. ما ينفعش لكيب له نيزو تراكيل. وبشوف له الالكترولايت وبزبطها. بعد كده بتبقى اه بتبقى على اساس عادي. زي ما قلنا ان في الاسكين والاي بيحصل مشاكل فانا في الاسكين والاي هغسلهم من ربع ساعة نص ساعة بمية. عادي جدا. مريض عندي قاعد في الكلورين او الامونيوم او اي مادة متطيرة تانية. اه 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 قاعد فيها دخل ملاء الرئاة عنده. انا محتاج ان انا اشيله من المكان ده. محتاج ان انا ادخله اكسجين كتير عشان استعوض المادة اللي هو اخدها دي. بالاكسجين. ده بيبقى في الجي اي تي. بتدي له كمية قليلة من اللبن او اه او المية. الووتر او الملك. اه ليه كمية قليلة? لان انا لو اديد له كمية كبيرة هيعمل لي للمعدة. طبعا الستار الستارينج لو هتدخل مني بومتاس. تمام? اه كمان او اه 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 اللي هيرفض ان هو ياخد المادة دي ما ينفعش اه اه اهم ان هو ياخدها خالص. ليه? لان هو برضه ممكن يدخل مني بومتاس والفومتاس برضو ده اكبر مشكلة لان انا هدخل معاه في في اصبيريشن يعني هو كان المشكلة في في ال جي اي تي انا دخلت المشكلة ثانية في في اصبيراتوري. ان انا لجبت له بومتنج اعمل اصبيريشن. كونترا انديكيشن بقى. انا منفعش اعمل امسز. منفعش اعمل اه اه جستر البومتنج ان هو يعملي اصبيريشن. فمش كفاية عليه اصلا. اه لو عملت اه يعني واحد واحد واخد صودة كاوية اما انا مش هراحة تديله اه ما يتنقر. اه هعملي جاز جوه جوه بطنه وهسمع صوت فرقعة وفي حرارة هتتولى جوه هتزود له الالم اصلا. ماشي. اه هيدي عندي اه جاز وايه? وحرارة. الجستر كلافاج. اه قلنا ان هو انا بخاف من الجستر كلافاج ان هو يعملي ان هو ممكن في حالات الالكولاين يوصل لايه? يوصل ان هو مفيتة لان اصلا الالكولاين هو نفسه مساعد بالبرفريشن فانا يعني مش مستهل مش هساعد مع الالكولاين اصلا. ماشي بما ان الارجانيك اسيدز حاجة اسبيشيال قوي فهي هتبقى اكسبت في حالات ايه? في حالات الجستر كلافاج والامسز انا قدر اعمل امسز في في الارجانيك اسيد وقدر اعمل في الجستر كلافاج. طيب بالنسبة للتريب هل انا عندي اه اه انتي دوت معين للكولوسفز لا طبعا ما فيش انتي دوت للكولوسف. انا بس بديله شوية حاجات بتخليه اه بتخليه يوصل معي يفضل عايش. طيب ايه الحاجات دي? اول حاجة الكورتيكوسترويد. الكورتيكوسترويد دي زمان كان بتستخدم على اساس ان هي ايه ايه? لما لها من ايه من اه يعني من قوة في الهيلنج كونواخدينها قبل كده ايه? انها بتقدر تعمل كويس. بس طبعا احنا عارفين ان هي بتقلل المناعة فهتقلل في المريض ده هيجيله اه انفكشن. فهي ان بقتش بتستخدم في الموضوع ده. بس بقى بتستخدم اكتر في حالات الاروي اديمة لسبب مش عارفينه لسه بتقلل الاروي اديمة دي. طيب. الانتيبيوتك. انا ممكن اخد انتيبيوتك عشان امنع الانفكشن. لو انا واحد عندي ايروي اديمة وباخد كورتيكوسترويد. هيقليلي المناعة فانا فياخد باخد انتيبيوتك عشان ايه? احمي نفسي من الانفكشن. ماشي. انا الجيسك لان هو قريدي عنده سيفير بين قلنا بيدخله اصلا في شوك. لان الجيسك ممكن يوصل لان هو هياخد مورفين. تمام? الانتاسد. طبعا الحموضة بتاعت المعدة بتبقى عليه جدا هتدي له انتاسد. اه عشان قال للحموضة اتش تو بلوكر وبروتون بام. ده هيعمل ايه? هيقليلي افراز الحمض برضو زيهم يعني نفس التأثير بتاع الانتاسد. كمان هو عنده مشاكل في الاكترولايب محتاج ان انا اه اخليه اكتر. اه الاكترولايب بلانس دي هتدي له فلوودز اي في فلوودز وازبط له نيترش. بعد كده استيرجيكال ده بيبقى اه اه حاجات بتبقى في الحال حالا لو المريض ده ايه? لو كان المريض اه مش استابل اه محتاج ان هو مساء هيحصل له او ان هو في تلاتة بي احنا كنا قيلين تلاتة اللي هو نكروزيس تلاتة واحد اه تلاتة اه ايه? اللي هو كان ايه? اللي هو كان اه عنده اما بيه كان عنده ايه بيبقى عنده كده من النكروزيس. بيبقى الحالتين دول بياخد فيهم اه بدخل سيرجيكال على طول ان هو المريض مش استابل اه عنده اه عنده اه معرض او 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 اللي هو تلاتة بي نكروزيس اللي هو اصلا بيخليه معرض للبرفريشن هم حاجة واحدة. وبعدين ده بيبقى بعمله بحاجة من الاتنين. يا اما بعمله اللي هو بيفتح البطن ويدخل ويدخل جوه يعني. يا اما بعمله اللي هو بجهاز بيعديه من بيعديه من البطن ويدخل ويبص بيه من جوه. يعني بيعديه من جلد البطن كده ويدخل يبص من جوه. اه بيساعده بقى في ايه? بيساعده في انه هو يعمل اه يشوف الحاجات اللي جوه لو في مشكلة صغيرة كده برفريشن ايه يصلحها بسرعة. كمان ممكن استخدم ده في انه هو يوسع احنا كنا قيلين ان احنا ممكن يحصل عندي بما انه عصن اديع حاجة يحصل ايه? بنستخدم ده لتوسيعه. بعد كده الكوروسيف القلاين. نسبة الكوروسيف القلاين هنبدأ بها قولنا ان هي اه هيدروكسايد وايه? وبليتشز بالنسبة الهيدروكسايد صوديوم اللي هي الصودكاوية البوتاسيوم والامونيوم. تمام القلاين دي قلنا ان هي بتعمل لكوفاكتف نيكروزيس لان هي اصلا بتختارك ايه? بتختارك البروتين والفاتس وكل حاجة موجودة بتعمل لها بنيتريشن ودسولف. خصوصا في الاستوفيجية الول. طيب هلو لازمة ان انا اعمل نيتراليزيشن? لا نيتراليزيشن ده هو اه بالويك اه بالويك اسد لاين في تريبمنت ده حاجة انا مش محتاجها. ليه? لان هو وانس ان هو بصل ليه الاستمك اه خلاص هيها تقدر تعمل بالجاستريك اسد بتاعها وتحل الدنيا الوحدة. طيب لو حد مات بي المواد القلوية دي هتبقى عليه ايه? هيبقى اول حاجة اللي هو حروق في الطريق كله. الطريق اللي هو ايه? ماوس طانج آآ فارنكس لارنكس. كمان الول بتاعة الحاجات دي كلها هتبقى الميكوزا بتاعة الحاجات دي كلها هتبقى فيها ايروجين. والاستوفيجيال آآ اند جاستريك ميكوزا اللي بيبقى لونهم لون الكناري. اللون الكناري ومتاكليين. الميكوزا بتاعة والجاستريك ميكوزا بيبقى لونهم ويتشيلو ومتاكليين. آآ في حالة الامونيا ده بيبقى اصلا قلنا في الريسبيراتوري ان ده بيبقى متطاير اكتر وراحته قوية. آآ فبنلاقي فيه اعراض للمشاكل اللي كنا قلناها في الريسبيراتوري اللي هي ايه? البلمونة الاديمة والايه? والجلوتس. اديمة للميكوز ممبرين والجلوتس. طيب التاني حاجة كانت البليتشيز لما قلنا الكلوركس والايه? والبوتاوس. الكلوركس اللي هو السوديوم هيدروكلورايت. والبوتاوس اللي هو ايه? آآ كي تو سي او سري. كاربونات البوتاسيوم. آآ الحاجات اللي بنستخدمها في البيت بيطبقى حاجات ضعيفة متقدرش تعمل حاجة اكتر من ان هي تعمل ميدة او مودرة ايرتنت. وكمان آآ يعني ملهاش تأثير كويس قوي انها تعمل ديستركشن. يعني ما بتعملش ديستركشن قد كده. آآ بيعملوا ايه? بيعملوا في الاسكن في الاي في الجي اي تي. وكمان آآ شوية حروق بسيطة ميلد آآ في الاورال والاوسوفيجس. آآ في بقى البوتاوس دي آآ بتبقى اصلا عبارة عن سائل بيحضرها ازاي قلنا ان هي بتبقى عبارة عن آآ حاجات زي التبشير اللونها ابيض كده بيكسروها ويحطوها في وعاء. الوعاء ده آآ في ميا يعني آآ بيبقى لونه ابيض لون اللبن. فسهل جدا على الاطفال خصوصا اللي بيشرابوا مرة واحدة كده من غير ما يدقوا انه هما يخدوه. لانهو اصلا في الاول ما بيبقاش آآ مؤلم زي الباقية. المهم آآآ بيعمل ايه? بيعملوا اكتر. انهو يعمل الاوسوفيجية البرنك اكتر من انهو يعمل آآ بيرنك في الماوس او الفارنكس. يبقى بيأثر اكتر على الاوسوفيجس. بالنسبة للاحمود اللي هي تأثير كوروسيف اخدنا آآ اسمناهم لحاجتين ان اورجانيك وارجانيك بالنسبة اللي ان اورجانيك اخدنا فيها ثلاث حاجات اخدنا سالفوريك اسد والهايدروكلوريك اسد والنيتريك اسد. اول واحد السالفوريك اسد اللي هو حمض الكابرتيك ده قلنا اللي هو بيستخدم في ايه? في بطاريات العربيات. ده له تأثير آآ آآ اللي هو بيمتصل مياه آآ فبيعمل حاجة اسمها آآ بيخلي يعني لو تكبع له شهر بيبقى خليه مفحم كده شوي. اكتر انه هو يبقى لانه هو آآ بيستخدم بنطاق واسع في زي ما قلنا انه هو بطاريات عربيات فهو اكيد وقود في اماكن تانية. ممكن كمان يبقى آآ حد آآ رماع في وش حد لانه هو له تأثير ايه? آآ عشان يعمله بنعجب انه هو بياخد مش بيت انه هو بياخد آآ ده بيعمل للأسد وكمان آآ بيعمل آآ طبقة زي مرتب كده على الميكوزة تمام? بيعمل آآ اللي هي طبقة ملطف او مرتب آآ آآ بتحمي الميكوزة بتاعت والاستومك. كمان ممكن نستخدم بس الووتر مع حمد الكابريتيك المركز ممكن يطلع شويه حرارة آآ ما بيبقوش قلطف حاجة. ابقى احنا استخدمنا الميكوزة على انه مرتب وكمان ايه ممكن نستخدم آآ آآ زيت الزيتو. كمان ممكن اللي بتحصل من السالفوريك اسد دي بيبقى لونها آآ براون آآ براون آآ بلاك براون بني غامي يعني بحسنها متفحمة. السالفوريك شارنج آآ براون آآ غامي بتفحم كده شوي. بعد كده الهايدروكولوريك اسد آآ ده اللي هو ايه آآ بيبقى آآ كروس بتاعت مش كولوريكس يعني يعني الكروس بتاعته بتبقى الا قبل من العارفين طبعا ان اكتر حاجة مركزة هي حمد الكابراتيك المركز من اخدها من ايه مسلا. آآ بيبقى موجود اصلا في الاستومك كده كده بس بتركيز تلاتة من عشر في المية. لو عمل نكروزيس بتاعته آآ بتبقى اللون هي آآ 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 ابيض نش نضيف يعني غري او آآ ا او ايه? او ابيض غا آآ ابيض ديرتي وايت. لون الناتريك اسد. ده بيبقى يبقى احنا قلنا كده لحد الوقت الامونيا والايه هو الناتريك اسد. وكننا قل ليه. ده بيبقى فبيعمل بيشتغل اكتر على بيعمل اديما وجلوتس. اه كمان المكان اللي هو بياثر عليه بيخليه لونه يلو. اللي هو اللي هو المكان المحروق بيه بيبقى لونه اصفر. لانه لما بتفعل مع التشو ده بيطلع حاجة اسمه ايه? زنسو بروتين. الناتريك اسد بيطلع زنسو بروتين. هما اصلا بيستخدموها زنسو بروتينز دي بيستخدموها للكشف عن وجود بروتينات معينة وكده. يعني ده تفاعل اصلا. فهو بقى لما بيجي على الجلد بيعمل التفاعل ده اصلا. البعد كده الارجانيك اسد. من اول حاجة في الارجانيك هي ايه كانت الكربوليك اسد اول في نول وده من قد ده بالحاجات اللي بيستخدموها كانتي سيبتك فيه كريم كده للحروق اسمه ده عبارة عن ايه? عبارة عن ثلاثة الخمسة في نول. بيستخدم عادي. اه ممكن كمان هو بيدوب في الالكوحول والجليسرين والايل. بيدوب في الالكوحول دي عشان كده ما باجي عامل هو الفينول بيبقى عامل كريستالات كده ما بينزلش مع الجستر كلافاج. بحط له ايسانول يدوب فيها وهما الاتنين ينزلوا في الجستر كلافاج. فبنستخدم الايسانول في حتة زي دي. اه رابط لي ابزربت من الجي اي تي واللسكن. بتاعه هو الفكرة فيه انه هو انه هو انه هو فما بيعملش زي الاوي زي الايه? زي بقية الاسد. زي ما بيخليه يسمح له انه يمر يكمل ايه? يعدي عادي. اه بيشتغل بقى يقدر انه هو يعمل في مكانه وكمان لوكل وكمان يشتغل سيستيماتيك. هو اول حاجة الفينول ده بيدخل يغير فيشتغل في الاول بيعمل ايه? اه بيبقى يعني مش في الاول اوي. بعد ما يتحطه شوية بيشتغل بيبقى مخدر شوية. بيبقى بينلس يعني اناسسك وبينلس. ولو تحط الوقت طويل بيعمل غرغرين. اه ماشي بقى بيأثر على ثلاث حاجات بيأثر على بيأثر على بيأثر على بيأثر اخواته بيأثره على الدم. بيأثر على وبعدين بيأثر على بيأثر على بيعمل حاجة اسمها ايه? ضاي نيترو فينول. وهيدرو كوينون. دول مين دول اخوات الفينول? اخواته ضاي نيترو فينول وهيدرو كوينون. بيعملوا ايه? دول بيأثروا على الدم. بيعملوا بيكسروه وبيعملوا مت هيموجلوبنامية. بيأثروا على الدم بيكسروه وبيعملوا مت هيموجلوبنامية. طيب. هناخد علاج كمان شوية. بقى الفينول ده بيعمل ايه? ده هيجي شكله ازاي? هنقسمها لكزا حاجة. اول حاجة حاجات عامة كده من بره. اللي هي ايه? اللي هي بين حاجات في حاجات في ماشي. اول حاجة البين احنا قولنا اول ما هياخده خالص هيبقى فيه شوية وبين وبعد كده شوية هو البين ده هيخف. ليه? لان هو اصلا اشتغال على انه ايه يعني بيعمل ايه? بمخدر شوية. طيب بالنسبة للفومت ده يعني ايه? يا اما قليل قوي يا اما مش موجود. طيب بالنسبة بقى للجلد. الجلد اول حاجة هيتكون عندي اسكار. لونها ايه? لونها بني. وبعدين اه ده على الماوس من بره. اما وانت داخل جوه يعني نجيب نسرة الاسكار نكمل معاها. نكمل معاها. من بره بني. من جوه بقى ايه? من جوه ابيض. من جوه عند او او ايه? او بتبقى لونها ابيض وبديبقى فيها راحة الفينول. والمشاكل ان يحصل اه الحروق في في مش قومن قوي بيرنس مش قومن قوي. ماشي بعد كده على الاسكن. على الاسكن هلاقي ايه? هلاقي باتشز. الباتشز دي لونها ابيض زي اللي كانت جوه. تمام? يبقى احنا لحد الوقت البراون كانت على الماوس. كان فيه على اه اسكارز لونها ابيض والباتشز اللي على برضو لونها ابيض في الاول بعدين بتبقى احمر وبعدين بترجع بتبقى ايه? بتبقى بني عشان ما تضعالش حد. يبقى هي كانت ابيض وبعدين احمر وبعدين بني. دي مين على الجلد? اما في على الماوس بني وجوه ايه? ابيض. بعد كده كمان في اه الاي بيحصل فيها بيحصل فيها في القلم مش ادي كده. الاي بيحصل فيها ورحب. البيوب البيبقى البيبقى والقرنية اللي بيحصل فيها دامج. والقرنية بيحصل فيها دامج. لو جينا على العين. تمام? ما بيعملش يعني تمام? لو جينا على العين. بعد كده ده كان اول حاجة اللي هي ايه اللي يا الحاجات من برا اه بين حاجات في Beadشز خدقائي كده. بعد كده هنقسمهم تلات تقسيمات ونحاول يعني ايه نلزقهم في بعض معلش هنقسمهم تبع سين اس تبع الكارديو تبع الدم تبع السين اس تبع القلب تبع الدم هو الدم تبع الكارديو بس هنفصل. سين اس اول حاجة احنا قلنا ايه? قلنا ان هو اه بيعمل اه بيعمل وبعدين بيعمل فهو هيعمل في الاول في وقت وبعد كده ايه? بعد كده هيكسل بقى ويعمل خمول وقومة والكلام ده. مش هو الواحد والمكاس. اول هيعمل وبعدين يعمل ايه? قومة. ماشي. كمان في حاجة تانية في ان هو اه قريبة منها يعني ان هو ايه يقصر على الاكسترا بيراميدل. لما اثر على الاكسترا بيراميدل هيعمل حاجة اسمها رابد سندروم. زي حركة الارنب وهو بيأكل الجزر. حركة بتحرك كده بطريقة اللي هو ايه بتتهزب سرعة. تمام. اه كمان في القلب. القلب قلنا في ايه? قلنا فيه. اه كنا قيلين ان هو هيعمل. لا ما قلنا ايش. القلب اول حاجة اه فين باسم اللي اه. بيعمل له بيغير في حركة القلب وبيوطي الضغط. بيغير في السرعة وبيوطي الضغط. اه كمان في تحت كمان ثواني. فلما هيوطي الضغط فالبلاب مش مزبوط. وكمان ممكن يحصل جنب الكارديو كده فيه هيحصل ودي هيموت منها. يبقى قلنا فيها ان هو بيعمل الاول وبعدين بيعمل وكمان بيعمل حاجة بتاع مين بتاعت الرابط. في الكارديو قلنا فيها ان هو بيبوز آآ بيعمل هيفكرني ده بالآ ان مش هيبقى مزبوط وجنب القلب فيه هيحصل له وممكن يموت بالحاجات دي. طيب بالنسبة للدم. الدم هيعمل له ايه? آآ فيه الميت هيموجلوب نيميا. هيرتبط فيه مع الهيموجلوبين. آآ هيحصل في الدم ايه? متابوليك اسيدوزيس. هيحصل اسيدوزيس. هيحصل سيانوزيس. يعني ممكن نقربهم بالدم يعني السيانوزيس ده بيبقى عبارة عن ايه? عبارة عن الدم مش واصل. فهتبقى دمة برضو عادي. آآ كمان آآ هو الدم هينزل في اليورين. فمن اليورين هنفتكر بقى الرينال فيليور. الرينال فيليور آآ فيها آآ أولجوريا او آنيوريا. نقص فيه اليورين. اليورين ده بيبقى في آآ بلد آآ بيبقى في بلد ولو سبته في الايه? لو سبته ببرا يعني لو سبته في الهواء هيتحول للون الاخضر. ليه? لان هو يحصل له اكسادة. هيتحول الفينون لللون الايه? للهايدروكوينون اللي احنا كنا قيلنا عليه فوق. انه هو اصلا بيعمل آآ ميتهم مجلوب آآ آآ ميتهم مجلوب نمي. تمامي بقى احنا كده قلنا ان هو اول حاجة حاجات من يعني حاجات عامة كده شوية ان هو ايه القلم في الاول موجود وبعد كده بيقل والفوميتنج قليل وبعدين بايه? الفوميتنج قليل او مش موجود اصلا اللي عالموس لونها بني ولو دخلت جوه هلاقي لونها ابيض. اما على الاسكن ابيض وبعدين احمر وبعدين بنية عشان ما نزعلش حد الاي فيها فيها بتبقى البابر كونستريكتد والكورنيل بيبقى دامجد. اه بتبقى فيها الاول كنفولجن وبعد كده ايه? بتخمل. اه بيحصلوا كومة. اه كمان في السي ان اس هنفتكر الاكسترا بيراميدل. الاكسترا تديني مين? تديني الربت سندروم. الكارديو. الكارديو بيبقى عندي ديس ريزميا وهيبوتنشن يفكرني بالايه? بان البلاب ريجل مش مزبوط. رافي. البلاب ريجل مش مزبوط. وجنبي الكارديو هلاقي الريسبيراتوري. هيحصل الريسبيراتوري ديس ريس اللي بعمله ديس. اه كمان في الهيم بيحصل مت هيموجلوبناميا. اه بيحصل اه اه بيحصل اه بيحصل 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 سينوزيس. تمام? وكمان الدم ده بيخرج لي فين? بيخرج في اليورين. اه لو سبته برة هيتحاول لللون الاخضر لبسة بنوة اكسد عشان يتحاول الهادروكوينون. اليورين ده كله فكرني بايه? فكرني بان يحصل اوليجوريا ونقص اليورين وايه? او انه مش موجود اصلا. اول حاجة بنعتمد فيها على تاني حاجة الفينول حاجات كاراكتريستيك جدا زي رحته زي انه اه الحاجة اللي مش بتوجع حرق مش بيوجع ولونه ابيض. اه كمان ممكن نشوف اليورين فينول اه اما قلنا ان هو بيخرج اه بيخرج في اليورين وبيتحاول للون الاخضر. اه كمان هو بيأثر على الدم وبيعمل لي هيموليسوس بيأثر على الاكترولايت فهو ايه? هنشوف في السبسي والاكترولايت وكده. وكغلوكوز. البيو ان ده اللي هو الاااا النايتروجين يوريع في الدم. البلود يوريع نيتروجين. الكرياتينين ويه اللي هو بتاع ابكه عشان بيعام بباوزل ريسنت بتاعه كارديو. التريمونت اول حاجة بيعالج البيشنت مش البيشنت مش البيشنت. اه فهعمل ايه? اعمل اه? اه ابي سي دي. اه فا اه اول حاجة هشوف الايروي. احاول ان انا افضل انه ما يحصل لوش ولا اي حاجة بيفضل شغال وعمل له دايما حط له اكسجين ولو عايز اعمل اندوسكوب هو عادي بس هسأل ايه هستشير طبيبي البطنة الاول هو متخصص يعني طيب اول حاجة انا محتاج هو قاعد في فينون فانا هشيله من الايه من المكان اللي هو قاعد فيه عينه نغسلها كويس بمية او صلين هشيل الهدوم دي تتشال وما تبقاش يعني لزقة في الاسكن ايه هنضف بقى بمية وصابون او او ايه احنا قلنا ان هو بيدوب في الكحول وبيدوب فيه الاليف اويل فممكن في الكحول وفي الزيوت فانا ممكن نضف باليف اويل بمينيرالز اه بجلايكول اللي هو البوليسايلين اه جلايكول ماشي بقى احنا كده اه بسم الله شلنا البيشنت من المكان شلنا البيشنت من الفينول وغسل عينه كويس ودومه دي اه شله ودومه اه 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 واغسل كويس من مية وصابون او كحول او ايه او اوليف اويل لو عايز اعمل جسر كلفاج اصلا الفينول بيعمل ايه في الميوكوزة فانا مش خايف من البرفوريشن. انا عمل جسر كلفاج عادي جدا. ممكن اعمله باوليف اويل لانه هو بيدوب الفينول وكمان ايه بيمنع بيمنع ان هو يعمل الممكن احط ماغنيسيوم صالفيت ده بيسحب الفينول ده اللي هو عباره عن ايه كربوليك. هيسحب الكربوليت دي هيسحبها بقى. ويبواز لي الفينول فالبوزنج بتاعته هبوز. هيطلع لي ايه اه ماغنيسيوم صالفو كربوليت. طيب الانهانس ان انا انضف الدم دي حاجة مش افكتف لان هو اصلا عنده من الدستريبيوشن بيتوزع بسرعة اه ممكن اعملها لو كان اه اه لو عامل في الحالة دي مش عشان ننظف اصلا عشان الرينا الفيلير غسيجي يعني. طيب السيمتوماتيك تريبمنت احنا قولنا ان هو عنده كوما. عنده كوما والسيزر بقى ده سبب 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 السينيس ستيميليشن بقى سينيس ديبريشن هو في اي مرحلة اه مشاكل الكارديو كل دي هعمل له ايه? هعمل له مانجيمنت. في حالة الميت جلوبينميا احنا قلنا ان هو بيعمل ميت جلوبينميا اما اما بيت اكسد ده بنعالجة ايه بالمسايلين بلو طيب المسايلين بلو ده بيعمل ايه؟ بياخد الميت من الهمو جلوبينميا ويرجعه لي همو جلوبين عادي. بيتفعل بيرجع لي ايه؟ بيرجع لي همو جلوبين. طيب لو في اوستريكشن هعالجو ده بالجراحة. طيب المات بقى من بسم الله من في نقل. هلاقي اول حاجة احنا قلنا مسلا ان هو عنده في الاستريكشن في الاستريكشن في الاستريكشن في الاستريكشن في الاستريكشن في ممكن يحصل له اسفكسيا. هلاقي علامات الاكسترنال والانترنال بتاعت الاسفكسيا. ماشي احنا قلنا ان الموس عليه لون بني. ولو دخلنا جوه هنلاقي ايه لون ابيض لون بليتشنج. هم هو كده كده ماشي. لون ابيض. اه كمان والاستومك الجدار بتاعهم بيبقى ايه? بيبقى سميك. عشان كده قلنا بنعرف نستخدم جزء الكلفاج. وبيبقى باين ان هو محروق وعليه علامات ايه? الحرق وعلامات الالصر. الريحة بتاعته ريحة كراكسرستيك الفينول او ريحة المستشفيات. الكدني بتبقى ايه? بتبقى بايضة. دي كده. الكدني بتبقى اه بايضة. اه سوالين. سوالين كبيرة. وفيها همرج وفيها ايه? اه بتبقى ملتهم. بعد كده ده موجود في المنظفات والمهادة المبيضة. وكمان موجود في بعض النباتات الحمضية. يعني اللامون وبرتقان وحاجات دي. المكانزم بداعه زي كل الارجانيك بيشتغل دابل اكشن لوكال وايه? وسيستيميك. طيب اللوكال ده انه هو بيشتغل على القناة بتاعت الجهاز الهضمي. فتعمل ايه? فتعمل طيب الريموت اكشن بتاعه بيشتغل يعني من بعيد اللي هو يعتبر سيستيميك. اللي هو سيستيميك قصلا. هيشتغل ايه يا سيدي? اول حاجة هو اه الاكزاليك اسد ده هيسحب الكالسيوم الكالسيوم الموجب من ايه? من الدم. ويعمل لي كالسيوم اكزالية. وهيسبب حاجتين. هيبقى عندي نقص كالسيوم في الدم هيبوكالسيميا وعندي كالسيوم اكزالية. يبقى كده في مشكلتين. مشكلة في الدم ومشكلة من ايه? من الكالسيوم اكزالية. اول حاجة الهايبوكالسيميا دي مفيش اه كالسيوم في اه في الدم. اه ده بيانتق اه احنا سواني احنا قلنا ما قلناش ان دي اصلا الحاجات اللي هنقولها دي. دي الجرعة اللي مش مميتة. اللي مش مميتة دي. بتسحب لي الكالسيوم وبيبقى عندي هايبوكالسيميا. تمام? الهايبوكالسيميا ده انا بستخدم الكالسيوم عشان المصل عايزة تعمل وكرامب وكومفولجن والكاردياك مصل ما هي دي كمان مصل. لما الكاردياك دي اه انا بستخدم الكالسيوم عشان المصل عايزة تحرك. اه لو ما خدتاش المصل هتتويتش هتعمل المصل هتعمل كرامب المصل هتعمل كومفولجن. الكاردياك الكارديك دي كمان هي ايه مصل زي زي الباقيين. هيحصل فيها اه تبقى اه يعني ايه اريزمية وما بتتحركش بنظام. كمان النرفات النرفات في السين اس هيحصل 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 يحصل 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 يبقى هو كده ايه او كل ده ناتج عن نقص الكالسيم. بيأثر على المصل الكارديك برضو ده مصل عادي زي زي باقي المصل. والنرفات هتأثرها على السين اس. طيب الكالسيم اجزالات اللي عندي دي هتروح تترسى في اي حتة. اه في القلب واللونج في اه في الكدني والليفر هتترسى في ترسى فيها حاجة. اه قلب ورقة وكدني وكيليا وكبد. طيب لو خات بقى الجرعة المميتة. الجرعة المميتة دي بتعمل دي خالص يعني مش هتعمل هايبوكالسيميا دي هتشيل كل الكالسيوم من الدم. اه والكائن ده الانسان ده هيموت في خلال ايه? في خلال دقايق. طيب الكالسيوم ده مهم ليه? مهم عشان انا هميحتاجه اعمل مصر آآ عشان آآ كده لو آآ وعشان آآ عشان نيرف وعشان مصر كونتراكشن طيب لو لو مفيش كالسيوم هموت بسبب النيرفات دي هتموتني آآ سنترل نيرفا سيستم والمصلز هيموتني ايه ماي كاردير برضو. طيب بالنسبة للكالسيوم دي كانت مشاكل الهايبوكالسيميا. اما بالنسبة بقى الكالسيوم اجزاليت. الكالسيوم اجزاليت كريستالز دي هتروح تترسى عندي فيه هتعمل ايه? طيب آآ هتعمل حاجة اسمها يعني نقص ايه? نقص ايه? نقص ايه نقص في اليورين. اعرض نقص اليورين هنا. سواني طهن. آآ هلاقي اليورين هنا آآ فيه احنا حصل وفيه اليوريا. اليوريا دي هتبقى فيها كالسيوم اجزاليت برضو. كالسيوم يبقى الكدني بازل بقى بتنزل اليورين اوليجويوريا مش كتير اصلا ولما بينزل بيبقى فيه كالسيوم اجزاليت وفيه ايه? وفيه بلد آآ وفيه البيومين. طيب او حتى لو مش اوليجوريا بقى بقى تقانو يوريا مفيش اصلا يوريا. الموت من من الكالسيوم اجزاليت ده بيحصل في خلال عشر تيام. طيب لو انت بقى بقى احنا قلنا كده اخدت كمية مش مميتة اخدت كمية مميتة وولنا ايه? نقص الكالسيوم او انعدام الكالسيوم من الدم وكمان transformation كمان حاجة ان انت لو ايه لو شميت الابخرة بتاعت الغليان الكالسيوم اجزاليت دي. الايه? الفيومز بتاعت ايه? آآ فيومز بتاعت الباولينج بتاعت غليان الكالسيوم اقزاليت. هتعمل ايه? هتعمل آآ اه اكسالك أسهد بويزنينج تسمم بالاكسالك أسد وبردو رين Cheryl. كلهم بيوصلين لناس الحاجة. يبقى انت ممكن تاخده ان هو ايه بانك تشمل ابخرة. برضو هيوصلك لنالفاليور وايه وبويزنج. طيب التريبمنت انا محتاجة اعوض كمية الكالسيوم اللي فقدتها. اعوضها ازاي اه ان انا ادي له حاجات كتيرة فيها كالسيوم. كالسيوم لاكتايت لايموتر ده اللي هو اه الماء الجيري اللي هو مية مية بكالسيوم يعني الملك طبعا اللبن فيه كالسيوم. كل ده عشان اصاب بكمية كبيرة من الكالسيوم. اه يعوض 올ه الكالسيوم اللي انا فقدته يعمل عشان يعوض لكمية الكالسيوم يعني اللي انا فقدتها واللي بقت مش مش فعالة معي لانه ارتبطت بالايه بالاوزالات. اه طيب الايه? اه كمان يعمل desperrklavache بستخدم فيها لايموتر بستخدم فيها مية الجير اللي هي فيها اه اللي هي فيها اه كالسيوم. كمان يبقى احنا كده اه او ملكة او او الماء الجيري كمان ممكن ياخد ايه? ياخدو اه انترابينوس ليه عشان اسرع عشان محتاجة الحق الكالشيوم ده بسرعة. اه طيب اه بالنسبة لل طيب المفروض اعمل له ايه? المفروض اعمل له هيمو دياليس هيمو دياليس هينفعني من ناحية تان. اول حاجة هيعلي ان الرينا فيليور ان ما حصلش عندي رينا فيليور بسبب ان في اجزال ابنت رسطبة هو هيفكها. طيب لما يفكها هيرجعني الكالشيوم تاني للدم فيعالج نقص الكالشيوم. يبقى هو الهيمو دياليس اصلا ومهم ان هو بيعمل حاجتين. طيب اللي ما يتبقى من ان هو واخد كالشيوم اجزاليت. ده هلاقي فيه ايه? هلاقي الحاجات اللي احنا لسه ايلانها. ان الكيدني بتاعته بايزة عاملة اه غمامة من الكلاود اريا من الكالشيوم اجزاليت دي. اه فيه التهاب في النفرونز عنده. اه والكيدني ملمسها بيبقى ايه? بيبقى اه جريتي مرمل. يبقى اللي مات كده هلاقي عنده الكيدني اه مشابرة كلاودي اه والنفرونز فيها اه انفلاميشن والملمس بتاعها ان هو مرمل. ليش الاستيك اسد او الاستيك الاسد الاصلي ده بيعمل اريتان تقوي جدا بالرغم من انه هو اصلا الكروسي بتاعته اقل من باقي الان ارجانيك اسد. الخلل اللي احنا بنستخدمه ده مجرد اثنين في المية بس من الاستيك اسد يعني ولا حاجة. اه طيب هو بيدخل يعمل ايه? بيعمل هيموليسيس ديستركشن للاربسيس وهيمو جلوبينوريا. اه بيكسر الاربسيس والدم وكده لو اخدتو اه انهاليشن للأبخرة بتاعته هو طبعا له اه قدر مميزة. وكمان هيدخل يعمل اه اه مشاكل في الريسبيراتوري اي حاجة هنا ايه ابخرة بتدخل تعمل مشاكل في الريسبيراتوري. اه وي اه اسمه ايه بسم الله. اللارنجيا اللي بيبقى فيه ديما. بسبب هم ممكن نعمل ايه? التركيستومي. ركبله اه 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 اشعر التركية انا عشان نعمل له عشان تنافس وكده. اه اه عزري داكاترا قلق التركيز كنا قابل للفطار. اه يارب اكون اقفدتكم ان شاء الله وبالتوفيق داكاترا.